فيديو النهاردة قوي جداً تعالوا مع بعض كده نبدأه ونشوف طبعاً ملخص تريعاً لأحداثه النهاردة مع سيدة إيرانية وسيدة تانية كمان هتعجبكو جداً السيدة التانية مغربية هنشوف طبعاً كل أفكار واحدة فيهم إزاي كمان بتنظم البيت بأفكار ممكن تكون عصرية أفكار مدلنة جداً إزاي تنظم بيتك تبهير ديوفك بكل ما لزه وطاب في عالم طبعاً الديكورات وكمان في نفس الوقت اهتمامت بالبيت بكل حاجة تخص المنزل تعالوا مع بعض كده نبدأ فيديو النهاردة بلاقيقاتكم الحلوة أفكاركم معينا حماسكم وتشجعكم معينا عشان نشوف كل جديد تعالوا مع بعض كده نبدأ أول حاجة مع كل واحدة في دول كده لوحدها ونشوف طبعاً في النهاية مين أكتر ستة بالفعل حاستو فيها بمشروط أكتر تجديدات أكتر عايزيكو دلوقتي تحت في الكومنتاي تتابعوا كده الفيديو للنهاية وتكتبوا ليه بالفعل مين أكتر واحدة عجبتكم نبدأ أول حاجة كده مع بعض مع السيدة المغربية السيدة المغربية دي بتعيش في بلاد أجنبية وكمان ما بتنساش أبداً جزرها العربية ما بتنساش بالفعل أن هي ستة عربية أصيلة كده زي ما بيقولوا بكل منتجاتنا وخماتنا وكمان الإبداع ودي كرات الحلوة اللي بتطبع كمان أو بتجمع بين الطابع الأجنبي والطابع العربي تعالوا نشوف طبعاً شوية بقى الأفكار الحلوة زي المنظم القدامة ده ده منظم للتوك البسيطة بتاعتك أو لكسطورات الخاصة بالشعر عندك شايفين طبعاً فكرته قد إيه حلوة جداً ممكن كمان تكون مختلفة وأنا عن نفسي الصراحة أول مرة شوفه يعني كل يوم بنتعلم أكيد أكتر من الفيديوهات اللي زي دي تشوف هنا كمان بقى كده ستايبت نظم الصفرة بتاعتها عندك عزومة معينة عندك كمان أي حد جاي لك البيت بأفكار بسيطة بشكل الأطباق اللي ممكن تكون جديدة متنسقة جداً بتزيين الصفرة بتاعتك بطبعاً بقى بعض يعني يعتبر كسترات الحلوة الأطباق الجديدة كسة الماية اللي شكلها شيء جداً فظن الوردة على الصفرة بتاعتك يعني الأفكار العربية اللي بتحاول كمان تدخلها في البلاد الأجنبية تنظيم كمان الأدراك بتاعتها من جوة زي كمان الأدراك بتاعت الحمام زي ما احنا شايفين اللي بتحاول تبهر بيها ضيوفها تعالوا نشوف طبعاً بقى معظم الاستخدامات اللي بتحطها عندها في البيت وشوية الأفكار اللي مفيش غنى عنها أبداً هي دي كلها كده مجموعة من الأفكار اللي ممكن كلنا بنحاول ندور عليها ونتعلم منها وطبعاً بقى مع كل تصميم وكل ديكور جديد وكل فكرة جديد بنتعلم منها أكتر كل الحاجات دي اللي ممكن كمان تبدو بسيطة لمعظم الصيدات وخلاص تعودنا عليها لكن صدقيني كلنا بنكون عايدين نشوف دايماً مناظر حلوة نتعلم كمان برضو كده من شكل النظافة شكل الديكورات اللي ممكن تكون مختلفة بالنسبة لنا التصميم والإبداع ممكن ينقلنا المكان تاني خاص يعني شكل الحمام من يصدق ان ده حمام بسيط كده ممكن يكون موجودة عندك في غرفة النوم حمام إضافي في المنزل بس كمان شوية الاهتمامات البسيطة دي هي أكيد اللي يمكن كفيلة ان كل واحدة فينا تتعلم منها حتى لو فكرة بسيطة فكرة المرأة دي بقى الترندي جدا وممكن كمان دلوقتي تلاقي معظمنا كده بيحلم وبيدور ان هو يعمل نفس الفكرة دي تعالوا نشوف كمان مع بعض كده بعض ديكورات بقى اللي بتحاول تجمعها بين بقى الطابع العربي مع الطابع الأجنابي مع معظم كمان ديكورات اللي ممكن تكونك تركيا وبتجمعها عندها في المنزل كلنا زي ما قلتلكم نتحلم من بعض وممكن نفس فكرة الأطباء المضلعة دي مع البرابطة هالشاي مع الفضل اللي قدامنا مع المفرش شفناها أكتر مع السيدات التركية وده ما يمنعش ان كل واحدة فينا بتتعلم الثقافات المختلفة المحيطة بينا تشوف هنا كمان برضه كده بقى بعض التقديمات المغربية الحلوة اللي تفتح النفس مع زي المغربي اللي أظن مفيش لأجمل ولا أشك من كده دي مجموعة كده كمان بسيطة من التقديمات الحلوة اللي بتبهر بيها ضيوفها شوية التقديمات دي كفيلة طبعا إن هي تنقلك لمكان تاني خالص والبخور كمان بقى كده والأجواء اللي انت ممكن تعشيها في مكان زي دا يعني يكفي كده روح وكمان أحساسك ومشاعرك بحاجات ممكن تكون مختلفة بالنسبالك هي دي التقاط والحماس والنشاط اللي احنا بناخده بالفعل من كل فيديو كل مقطع زي دا بيبهرونك كمان بي يعني شكل البيت بتصميماته بدي كورات الحلوة بالأفكار اللي ممكن تكون جديدة والأزيزة بنستمتع بيها كلنا التصميمات دي كفيلة بالفعل إن تنقلك بقى للعالم المغربي كده وانت قاعدة في بيتك يعني تخيالي كده إن احنا كل يوم بندخل جولة جديدة وكمان دولة جديدة بنجمع من كل سيدات من دولبة أفكار ممكن تكون مختلفة شوية تصميمات وكمان إبداع بنتفرج عليه وإحنا قاعدين في بيوتنا هي دي طبعا بقى كده تصميمات الحلوة اللي احنا بنحب نشوفها الستات اللي ممكن تكون مبتاكرة كل واحدة فيهم بتضيف لمسة وإضافة حتى لو بسيطة جدا في بيتها لكن يكفي إن احنا بنستمتع بكل مقطع من ده بنستمتع طبعا بالأفكار المختلفة الحاجات اللي ممكن تكون بتبهرنا كلنا حتى شكل فاط اللي ممكن يكون مميز جدا فيها يدوب كده رسمة بسيطة حاجة ممكن تكون بالفعل كده بتبهرنا كلنا فعشان كده مجرد ما بنشوف طبعا المشاعر اللي زي دي بتحسي بنوع من الاختلاف والتنوع والابتكار اللي يمكن أكيد كلنا بنتعلم منه طبعا بقى كل ست في دول اللي ممكن كمان تكون بتكدد يعني في الأعيات في كمان شهر رمضان الكريم الأحداث بقى الحلوة اللي بتتخل علينا إزاي كمان تقدري النية الجديدة دايما تعملي كمان نفس الجو حلو كده من الديكور والإبداع اللي يبهر أي حد ممكن يجيلك البيت على غفلة فالتصمات دي بالفعل كده مش مجرد حاجة عادية بنشوفها ولا مجرد كمان ممكن أفكار بسيطة بنشوفها الموضوع ممكن يكون أرقى وأشيك من كده بكتير قوي فعشان كده هتلاقي كل واحدة فينا دايما حريصة على التجديد والتغيير عندها في البيت تعالوا دلوقتي كمان مع بعض كده ندخل على استعادة الإيرانية المنظمة جدا اللي ما بتقلش كمان في اهتمامها عن أي ستة تانية وحب أقول لكم طبعا استعادات في كل مكان بنشوف دايما النمازج ممكن تكون شطرة ونبهروننا بالفعل كلهم بأسلوب وطرق وكمان حتى أبسط الأمور اللي بتحاول تجادل بيها البيت عندها فتعالوا وسعا دلوقتي نشوف كده إزاي هنا بتحاول سعالك بعض يعتبر الخدوش والإصابات الموجودة عندها في البيت جابت معينا الورق العادي جدا اللي احنا عارفينه زي الستيكر اللي زي ده وقررت بالفعل كده تضيفه في الجزئية الموجودة هنا عندها في المطبقية بتاعت الأطباء خصوصا طبعا بتقول إن الشكل تغير ومعادش لطيف أبدا فقررت بالفعل كده تضيف هنا التفصيل الحلوة دي وبالفعل الدكور بقى شكله أحسن بكتير تشوف هنا كمين برضو كده بقى شوية الإضافات واللمسات السحرية اللي هتضيفهم هنا عندها في الدرج جدا من جوا بدأت بالفعل أول حاجة كده في تنظيف الدرج بتاعها من جوا وجابت معينا شوية المنظمات والإستندات اللي زي دول اللي هتضيفه أكيد برضو جوا أجمل عندها في البيت وبدأت بالفعل كده تبهرنا دلوقتي بشكل البيت والتصميم والديكور بتاعه اللي أكيد هيكون أجمل جدا فدي شوية كده بقى يعتبر اللي مسات الإضافية التصميمات والديكورات الإضافية اللي هتبهرنا بيها تشوف كمين برضو كده دلوقتي شكل السجاد اللي ممكن يكون مختلف والإضافات الجديدة اللي بتعاملها معينا يعني الإبداع والتصميم ممكن ينقلنا المكان تاني خاص شوية كمين بقى كده الديكوريشن اللي زي ده كفيل بالفعل إنه هو يرسم لبسام على وجهك مشتريات البيت من حيث طبعا بقى كده التجديد والتغيير كلنا أكيد بندور عليها دايما وكلنا كمان دايما عايزين نشوف شكل البيت هو بيتغير معنا وشوية الديكوريشن اللي زي ده حلوة جدا حتى يوم ما جابت نجفة جديدة أو الكفر بتاع النجفة ده فيعني لمسة بسيطة زي ده أكيد هتوديك المكان تاني خلص هي دي طبعا بقى التصميمات والديكوريشن اللي ممكن كلنا عايزين نشوفها حتى يوم ما بتجيب مشتريات البيت وبتقرر إن هي ترجع من السوبر ماركت أو كمان بقى من السوق عمتا بتوقف زيها زي أي ستة عادية في البيت تبدأ تشوف بقى وتغسل وتفرص حاجاتها وتجيب شوية المنظمات بتوعها وتبدأ كمان تزبط الدنيا أكتر بالوضع والشكل اللي احنا شايفين ده لحد طبعا بتنقلي بيتك للمزاج أو التصميم اللي انتي حابان حتى تكفيف الخضار بيفرق جدا بالنسبة لك عشان تقضي تحفظي الخضار معاك الفترة أطول بتغسليه وتجفيه كويس جدا وأنا كمان برضو كده بقى ازاي تحتفظي بعلب الزتون في علبة زي دي يعني كل الأغراض والتصميمات اللي انتي بتدور عليها هتلاقي ليها أفكار كتيرة الموضوع مش مجرد كمان كده علب تنظيمية أو علب بتخلي تليك تجي أجمل بل بالعكس انتي بتحفظي على صحة أولادك بتحفظي كمان على أهم الأمور الشخصية اللي يمكن كلنا بندور عليها كلنا أكيد بنشتغل وبنكتهد عشان دايما نوصل بيتنا لأحسن مرحلة وأجمل مرحلة كلنا أكيد بنستناها وتعلي نشوف كمان كشوية الأفكار برضو البسيطة اللي زي دي مجرد طبعا بقى بتخلصي أي مناسبة وبتبدأي كمان تفضل علب بتاعتك من يعتبر كده التساري والمقارمشات اللي موجودين فيها بتحاول تحني أباقك مضيفة وزي الفل الروتنات اليومية والتنظيف اليوم بيفرق جدا بالنسبالك هو اللي بيخل بيتك دايما فأجمل وأحسن صورة تعالوا نشوف كمان دلوقتي هنا مع بعض كده جولة سريعة في المكان ده زجرة راح للشغل فقرارك كمان تبقى معانا بروتين سريع اللي هيخلي بيتها نظيف وزي الفل يعني شغل البيت والروتنات بتاعت البيت مش بتخلص أبدا هسيبكوا دلوقتي مع بعض استنتقوا بالفيديو للنهاية ولو عجبكم الفيديو هستنى أكيد طبعا لايكاتكم الحلوة حمسكم ومشتراكم معي عشان أبهركم بكل جديد وشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة